السلام عليكم ازايكم يا حباب? قال بعملين اية ربك لكو تكون في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد جولة جديدة في شقة عروسة جديدة زي ما انتم شايفين كده تعشق الاكسسوارات تعشق حاجات جميلة جدا بجد حاب بقولكو الفيديو دا يكون فيديو مهم ليكي جدا يا عروسة وست بيت لو انت عروسة وست بيت بتجدد في بيتك ان شاء الله الفيديو دا بجد تستفدوا منه بحاجات كتيرة 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 بجد الفيديو دا يعني مش مش عايزة اتكلم فيه كتير ولكن كل حاجة هتبن لكم في الفيديو ان شاء الله طبعا حاب اقول لكم لو انتم اول مرة بتشوفوا القناة عندي يا ريت تنوروا عائلتي الكبيرة هتشتركوا فيها وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان يوصلوا لكم كل جديد مني وفضلا منكم حطوا اللايك للفيديو لان بجد الفيديو ده يستهل منكم اجمل واحلى لايك منكم يا احلى واخلى اخوات بمناسبة كمان الستين الف مشترك وستين الف اخت واختة يعني مش عارفة اتكلم ازاي اخت واخ وامو كل حاجة حلوة بجد بشكركم من كل قلبي يا احلى واغلى عائلة في الدنيا يا ربي جازيكوا كل خير لكل حد اشترك عندي في القناة لكل حد احطي لكم لايك لكل حد احطي لي كومنت بجد ربنا يجازيكوا خير ويخليكوا لي مش هارغ كتير اول حاجة كده زي ما شايفين دي دخلت الشقة بتاعتها اه هي ما شاء الله حطها كنسولة اه قدام اه باب الشقة او عندي باب الشقة زي ما انتم شايفين كده اه طبعا اه حطة كمان اه زي نظام جزامة اه صغيرة اه وكمان اه فازت ورده زي ما انتم شايفين الشمعدانات اللي انتم شايفينها دي ده كده باب الشقة وحطة كمان مراية قبل باب الشقة علشان اه اللي عاوز يشوف نفسه كده طبعا اول حاجة كده دي قوضة الصفرة بتاعتها قوضة الصفرة بتاعتها تحفة 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 بجد كل حاجة عندها بجد النهاردة جميلة جدا ده كده البوفي بتاعها اه عاملها زي نظام اه طبلوهات يعني البرواز بتاعه مش برواز كبير زي نظام طبلوهات كده دي مكتبة قدام البوفي ده شكل الكرسي الكرسي عاملها باللون الموف آآ وكمان حتى لو تلاحظوا تلاقوا الترابيزة آآ عليها الرخامة بتاعتها تحس ان هي مدية على موف شوية كمان كمان هي اهتمت بالحيطة عملتها باللون الموف آآ علشان خاضر يليق على آآ الصفرة ده شكل البوفي ما شاء الله شكله شيك جدا جدا في منتج الشياكة والجمال بجبت تستهل منكم احلى واجمل لايك لان كل حاجاتها ما شاء الله حلو دي كده طرقة آآ في الجنب الصفرة على طول برضو عاملة فيها كونسولة ولو تلاحظوا تلاقوها آآ عاملة فيها خدديات آآ باللون الموف كمان او باللون البتنجاني الغامق آآ علشان يبقى لاي على الصفرة لان دي قصاد الصفرة على طول زي ما انتم شايفين حطا هي كده الاتنين شمعدان اللي على الارض ده شكل الكنسولة حط عليها كده آآ كسات آآ آآ في الاول كتحط لكم عليها كسات آآ وهنا حط الشمعدان آآ مع الكسات وطبعا مفازة ورد هي بتوريكو ازاي هي بتقدر انها تغير بحاجات آآ بسيطة عندها انت كمان تقدر يتغيري وتشيلي وتحطي بحاجات بسيطة عندك تخلي عندك الدنيا شكلها حل ايه رأيكم بقى الليد اللي بيفتح بالرموت دوت بجد عجبني جدا 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 طبعا عشان احنا آآ في الكريسمرس فهي حبت كده نيها تزين آآ اي حاجة عندها في قلب الشقة فحطت زي ما انتم شايفين على الكنسولة دي آآ طبعا الليد اللي هو بينوء اللي هو بالرموت ده على فكرة موجود يعني تقدر انك انت تروحي عند بتاع الكهرباء وتقولي له انا عايزة الليد بس عايزة برموت هو هيقدر يعملهونك بكل سهولة من غير اي تعب ولا حاجة هنا بقى ده الانتاري بتاعها الانتاري بتاعها لون لون وجري آآ حطا هنا كده شاشة تلفزيون و مكتبة هي هنا كده بتوريكو وهي ما بتشغل الشاشة وبتكون بالليل او بالنهار بيكون الجو عامل ازاي طبعا دي بجورة حطا في الانتاري ده شكل الانتاري بتاعها هنا بقى دي غرفة النوم بتاعتها واول غرفة نوم عندها آآ برضو جميلة جدا عجبتني حستها ان هي هادية وسطيلها هادي جدا ما على هاي الشغل كتير بصراحة ده المفرش اللي هي حطها وطبعا الاتنين كمود هنا بقى التسريحة بتاعتها او السراحة زي ما انتو شايفين آآ زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات كتير عندي على القناة اللي دلوقتي كل اللي نازل جنب التسريحة زي نظام آآ ارفف كده وحط بتاعت تدي تحط عليها الميكوب بتاعها وترس عليها الميكوب بتاعها ده بيكون شكله افضل بكتير من انك تحطي الميكوب بتاعك على التسريحة يعني دي كل الحاجات اللي نازلة جديدة طبعا ديف قط النوم عندها وهتوريكو برضو آآ يعني زي نظام جزامة كده برضو هي عاملها في قوضة النوم ما شاء الله عليها برضو مهتمية بكل حاجة عندها اكسسوارات آآ ديكورات حاجات كتيرة في الشقة فارشة للشقة بجد يعني بسم الله ما شاء الله عليها ربنا هنيها يا ربي يسعدها طبعا دي كل حاجة كده زي ما انتو شايفين ما شاء الله يعني هي عامل لكم جولة مفصلة في الشقة ما شاء الله عليها بكل حاجة طبعا هي عاملها زي نظام آآ بف صغير آآ تحت التسريح على الطول عشان لما تحب تقعد تعمل ميكوب وكده تحطو ده طبعا دي شكل الجزامة بتاعتها اللي قلتلكو عليها آآ ما شاء الله شكلها حلو جدا ده والمراية اللي انتو شايفينها دي ده الدولاب هي عاملة في القوضة زي نظام قوضة دريسنج كده آآ بس يعني بسيطة فاهمين ده على فكرة دولاب بتاعها هي فتحه لكو زي ما ورته لكو ازاز ده اول ضرفة كانت فيه هنا دي بقى الاكسسوارات بتاعتها ما شاء الله عليها زي ما قلتلكو هي بتحب الاكسسوارات جدا جدا آآ عجبتني جدا آآ نظام الاكسسوارات بتاعتها يعني التأسيمة آآ بتاعت الدرج ما شاء الله عليها آآ شو خودي بقى سكرين شوت لو انت عروسة خودي التأسيمة دي تقدر تخلي النجار بتاعك على فكرة يعملها لك عادي بكل بكل سهولة وتبديد تحطي فيه الاكسسوارات بتاعتك هنا ده حمام في غرفة النوم بتاعتها يعني هي عملاها كل جريه كل كل حاجة في القوضة عملاها باللون الجريه علشان خطر آآ يعني القوضة كلها تبقى شكلها حلو كلها الالوان بتاعتها تبقى موحدة ده الحوت طبعا بتاع الحمام شوفوا بقى الدكورات اللي هي عملاها ما شاء الله عليها زي ما قلتلكو هي بتحب الاكسسوارات بتحب الدكورات كل حاجاتها جميلة دي الغرفة التانية بتاعتها وعملها باللون القفويت واللون الجريه الفاتح طبعا انا جبتلكو كتير غرف نوم كتيرة آآ عشان تاخدوا منها بقى افكار وتاخدوا منها حاجات حلوة آآ بجد يعني عايز اقولكو ان يعني الواحد بصي ممكن تطلعي بس ولو بمعلومة واحدة او تستفيدي بمعلومة واحدة ده طبعا بقى الحمام بتاعها ده الحمام برضو بتاع القوضة دي آآ عايزة اوريكو برضو هي دلوقتي هتوريكو آآ عندها البنيو آآ بجد يعني حطة في دكورات جميلة جدا جدا تقدري برضو ان كنتي تزيني طبعا لو انتي عروسة بقى او حتى ست بيت كده عايزة تدلعي نفسك تقدر ان كنتي تعميني كل حاجة آآ في بيتك يعني باقل التكلفة ده البنيو بتاعها هي هنا حطت الصبون بتاع اللي هو بيعمل رغاوي شوفوا بقى الورد الجميل دوت عاملا برضو باللون البنك شوفوا بقى شكل البنيو عامل ازاي بجد جو حلو جدا جدا شموع بقى وحاجات كده مساء الله عليها ربنا يهنيها ويساعدها يا رب هنا بقى ده المطبخ بتاعها المطبخ بتاعها آآ امريكان او امريكاني يعني آآ ما شاء الله حلو جدا طبعا دي غسلت الاطباق وجنبها الغسالة العادية لو تلاحزوا كده اخدوا بالكم من الليد اللي تحت في آآ من تحت خالص حلو جدا برضو لما تعملي اللومت بتاعت الليد دي كآآ يعني كممكن تخليلك شكل المطبخ حلو في نفس الوقت تنور لك آآ المطبخ بتاعك طبعا دي بقى الصور آآ بتاعت الشقة هي مصور كتيرة بس بعض الصور يا ربي يكون الفيديو النهاردة يكون عجبكو يكون جاورة في شقة العروسة عجبتكو والافكار كمان اللي كانت في الشقة تكون عجبتكو آآ اشوفكو الفيديو الجاي حبايا بقلبي وفي رعاية اللي هو حفظه ويه مع السلامة اشتركوا في القناة